السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد اي والاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن الحب في الله ربما تتابعون جميعا ان اليوم الرابع عشر من فبراير يسمى بعيد المحبة يوم عالمي اممي يحتفل به الكثير من الناس خصوصا في المجتمعات الغربية والواقع معروفة مع القديس الذي كان يبرم عقود الزواج للجنود والعساكر وتم اعدامه في مثل هذا اليوم ومن ثم صار ذلك اليوم فيه احتفال بهذه الواقعة لكن التساؤل ما حقيقة هذا الحب في النفوس البشرية وما موقف الدين الاسلامي من هذا الحب واي حب اقوى الذي منه تنبع جميع انواع المحبات المجتمعات الغربية اذا كانت تحتفل بهذا العيد هناك ملاحظون ذكروا بان السبب هو حالة من الجفاف في المشاعر التي صارت تميز الانسان الغربي المعاصر فئات كثيرة من الناس غلبت عليهم النزعة المادية طيلة السنة ومن ثم صاروا يبحثون عن عيد للمشاعر فيه منابع المحبة والمودة والحنان السبب ان التوسع في الحريات الشخصية والفرضية وان كل ما يريده الانسان صار مباحا ومتاحا لم يعود عند الناس شعور بلواعج الاشتياق كل ما يريده امامه سوق البشرية الكل بين يديك فقط ادفع المال صار كل شيء موجود الى درجة من الميوع ومن ثم بعض العقلاء وبعض اصحاب الفطرة السليمة بدأوا يبحثون ويستحضرون على الاقل يوما ما نعيش فيه الحب الصادق الذي غاب عن حياتنا وعن ثقافتنا والواقع ان هذه المحبة لا يجب ان يكون لها عيد واحد في السنة بل يجب ان تكون كل ايام السنة كلها اعياد للمحبة والمودة والحنان هذا هو الاصل في الاشياء في الثقافة الاسلامية نلاحظ بان بعض الفقهاء اعتبروا الحديث عن المحبة وعن هذا العشق من المحرمات التي ينبغي الاحتراز منها ولكن البعض الاخر كان له الشهادات كبيرة في هذا الميدان ونذكر في مقدمتهم الامام الفقيه ابن حزم الاندلسي هذا من اهم فقهاء العصر الذي كان في الاندلس في قرطبة وهذا الرجل كان شديدا يحارب الافكار ويضحض المداهب والمعتقدات التي لا تستند للكتاب والسنة فهو امام المذهب الظاهري المذهب الظاهري من امامه؟ هو الامام ابن حزم الاندلسي لكن نوخذ بان هذا الرجل كان له شهاد قوي في حقيقة المحبة ربما فات القديس اغسطين الذي يحتفل به الناس اليوم في الرابع عشر من فبراير كان الامام ابن حزم الاندلسي الظاهري لا يعتبر المحبة والحب من المحضورات في الدين ولا في الشريعة ولا من المنكرات ما دامت القلوب ليست بأيدي اصحابها لقد كتب كتابا عظيما يسمى كتاب طوق الحمامة ادعوكم لمن اراد ان يتوسع في الموضوع ليقرأ كتاب طوق الحمامة من تأليف الامام ابن حزم الاندلسي القرطبي كان مما ذكر بان لماذا نحرم هذه المحبة والقلوب اصلا ليست بأيدينا كل واحد له قلب ليس بيده فجميع القلوب انما هي بيد الله وليست بيد اصحابها ومن ثم قال لا يتصور محاسبة الانسان في شيء لا يملكه انت لا تملك الحرية ولا القدر على الاختيار اذا جاءتك المحبة في قلبك فالقلوب كما يقول ابن حزم هي بيد موليها وهو الله تعالى كان يشبه ابن حزم المحبة بالمغنطيس والحديد لاحظ قوة جوهر المغنطيس المتصلة بقوة جوهر الحديد يكون هناك اتصال قوي وانجناب قوي رغم انهم من غير ان يرغب في ذلك فالمغنطيس ينجدب الى الحديد والحديد ينجدب المغنطيس وهذا امر خلقه الله تعالى بقدرته فلهذا قال لا ينبغي ان نتخذ موقفا ممنوعا من المحبة وكان يدعو الى المحبة والى المودة ربما فاق كثيرا القديس اغسطين الذي كان قصيسا بالمقابل نجد هناك في الثقافة الاسلامية شخص اخر من كبار العلماء الذي وقف في الموقف المضاد لابن حزم الاندلسي وهو الامام ابن الجوزي في كتابه المشهور ذم الهوى ابن حزم كتب طوق الحمامة وابن الجوزي كتب ذم الهوى قال ان الله تعالى خلق الهوى في الانسان لماذا لضرورة بقائه فالانسان خلق فيه ميل الى الطعام والى الشراب والى النكاح والى كل ما تشتهه نفسه فالله خلق فينا هذا الميل لكنه دم الافراط في ذلك اعتبر الافراط في ذلك مذموم حتى قال كلوا وشربوا ولا تسرفوا حتى في الطعام والشراب اياك والافراط ومن ثم اعتبر المحبة العادية فهي عادية لكن العشق والهيام والغرام اعتبر ان هذا امر مذموم لماذا لماذا ابن الجوزي تقول عن هذا العشق والغرام مذموم قال لانه يشغل القلب عن معرفة ما خلق له ويلهيه عن ذكر الله وعن معرفة الله والتقرب اليه لان الانسان كلما انشغل بالعشق والغرام كلما اقترب من هواه وبعد عن الله وان العشق قد يوقع في الحلال حتى ولو وقع في الحلال فان زواله سريع وان ضرره في الدنيا كبير لاحظ بان سيرة العشق وسيرة المحبين او الوليين يبكون ويكتبون شعرا وفي الختام قصتهم تورت الهم الدائم والفكر اللازم وفيها الارق وقلة الطعام وكترة السهاد والصهر وربما القلب يبقى غائب عن تدبير مصلحة الحياة فلاحظ بان سيرة العشق هي فيها خلل الناس حول هذا القضية بين موسع ومضيق لكن نقول ايها الاحباب الكرام ان الحب هو اسمى وارقى العواطف الانسانية خلقه الله تعالى فينا نحن البشر انها عاطفة نبيلة تدل على ان الله محب لاحظ بان هذا الحب الذي هو في قلوب البشرية هو بذرة قطرة قطرة صغيرة ربنا عز وجل انزلها الى الارض وانظر ماذا فعلت بالناس وانلا فان منبع الحب هو الله جل جلاله وهذه القطرة التي وضعها الله تعالى في البشر كانت يمحور العلاقات بين الناس واستطاعت انها تتمر ثمارا طيبة بفضل هذا الحب كان التزاوج بين الرجل والمرأة وبسببه كان الانجاب وتكاترة الاسر والعائلات والبشرية تتنامع من ادم وحواء من رجل ومرأة الان اصارت ملايير ملايير البشر تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وربنا كما خلق في الانسان الحب جعل هذا الانسان اجتماعيا بطبعه فالناس عادة يحبون ان يأنسوا ببعضهم البعض كل واحد منا يحب ان يأنس بالناس ويحب ان يأنس الناس به لماذا؟ لان الله خلقنا هكذا خلقنا اجتماعيين الاصل فينا اننا اجتماعيين ليس انعزاليين او انطوائيين كل من كان منعزل او منطوي هذا مريض في مرض وسواس عليه ان يخضع للعلاج السريع فالاصل في الانسان انه اجتماعي وانه محب كل الناس يحبون المحبة الانسان يعجبه ان يكون محبوبا في مجتمعه كل واحد يحب ان يكون محترما في بيئته كل واحد يسعى ان يكسب مودة الناس ولكن العاقل من البشر من يسعى لمحبة رب الناس هذه معادلة ايها الاحباب الكرام اعقلوها جيدا ليس عيبا انك تريد محبة الناس هذا امر مطلوب ولكن العاقل من البشر من يسعى لرضى رب الناس ويسعى لكسب مودته سبحانه وتعالى هذا الامر امر المحبة والحب شغل الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا النبي بينما كان في المجلس في مسجده جاءه رجل وسأله سؤال قال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس لاحظ كيف ان الفطرة البشرية ميالة ان تكون محبوبة عند الله وعند الناس هذا الصحابي عملي جاء يطلب اجراء عملي شيء عمل امديره في الحياة يحبني الله ويحبني الناس ما يكونش عندي عداوة صعب صعب هل عندكم جواب ايها الاحب الكرام لهذا السؤال الذي سأله هذا الرجل الصحابي عمل اذا قمت به احبك الله واحبك الناس صعب جدا ان تنال رضى الناس صعب لاحظوا كبار الشخصيات سياسيون واحزاب وفنانون ورياضيون ورؤساء دول لعلكم تتابعون الاخبار فئة محبوبة وفئة مذمومة تجد بان هناك من تساقط عليه وابل من الامتقادات ومن العيوب كل يوم صعب جدا ان ترضي الناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم الملهم بالوحي الالهي اجابه جوابا مختصرا اذا عملته احبك الله واحبك الناس قال ما هو يا رسول الله قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس الله يا سلام وصفة طبية لا تخطر على خبراء في علم النفس ولا في علم الاجتماع ولا في علم السياسة ولا في اي علم اخر من علوم الدنيا اذا اردت ان تكون محبوبا عند الله وفي نفس الوقت محبوبا عند الناس ماذا تفعل ازهد في الدنيا يحبك الله الزهد في الدنيا مقتضن لمحبة الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس لان الزهد فيما ايدي الناس مقتضن لمحبة الناس هذا الحب ايها الاحباب الكرام على نوعين حب الله تعالى هناك الحب المحمود وهناك الحب المدموم ما هو الحب المحمود انسان يحب الله تعالى ويحب خلق الله عز وجل ويحب كل ما يحب الله هذا هو اصل السعادة وهذا رأس السعادة قال تعالى فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه هذا القوم عظماء وجيل الصحابة رضي الله عنهم هم جيل مختار بعد الانبياء والاولياء لكن المحبة المذمومة هي عكس المحبة المحمودة ما هي هي انك قد تحب الله ولكن تحب اندادا من دون الله ايام زمان هناك من يحب الند يعني اما اصنام او اله في عصرنا هذا هناك من يحب افكار افكار مضادة للقرآن مضادة للتصور الاسلامي وقد يكونوا يحب الشهوات والملدات وهناك من يحب جمع المال وهناك من يحب المناصب وهناك اشياء هي مضادة في مقابل الله تعالى تسمى الند لهذا ربنا قال ومن الناس من يتخذوا من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله المؤمنون يجعلون بان اعظم محبة وارقى محبة هي حب الله وعنه تتفرع بقية انواع المحبة حب الوالدين حب العائلة حب الاوطان حب الانسانية لكن تنبع تنبع من المصدر وهو حب الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي الكريم عن هذه المسألة عن المحبة وعن الحلاوة ما هي يا رسول الله نريد ان نصل اليها كانوا يبحثون كانوا يفتشون فاجابهم صلى الله عليه وسلم تلات من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار الاشياء التي فيها المحبة القوية ان يكون الله ورسوله احب اليك من غيرهما كل واحد فينا بغي يقيس المقدار المحبة التي في قلوب قلبه كل واحد فينا يقيس الان بشعر بسك بانك في المراتب الاولى ان تكون اعلى محبة عندك هي اولا محبة الله ثم بعد ذلك محبة رسوله ثم بعد ذلك محبة كل المؤمنين محبة الله تعالى اين تكمن كالظهر في ان الانسان انه يقوم بالفرائض ويشتهد في النوافل هذه من علامات المحبة ان الانسان يقوم بالفريضة ثم يشتهد في النفيلة اذا صلى فريضته اقام بعدها بعض النوافل في الصلاة وفي الصيام اذا صام فرضه في رمضان صام معه شوال او صام معه الايام البيض اذا اخرج زكاة ماله يزيد على الزكاة صدقات وهكذا هذا هو انه يقوم بالفرائض ويشتهد بالنوافل هذا مدعاة لمحبة الله في الحديث القدسي قال ربنا عز وجل وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه تصور ان الله يحبك ممكن ان تصور انك انت تحب الله لكن ان يكون الله يحبك انت هذه نعمة عظيمة وطريقها هي انك تشتهد في الفرائض وفي النوافل ثم بعد حب الله تعالى هناك حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامته اتباع هديه واتباع سنته فربنا قال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون في اتباع هديه اليوم نجد في حياتنا مجموعة من الزعامات ومجموعة كبيرة من القيادات في المجتمع كله في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وفي كل المنظومة العالمية هناك زعامات وهناك قيادات اما في مجال فكري او ايديولوجي او في مجال سياسي او في مجال عسكري او في مجال فني لك ان تحب ما تشاء لكن المؤمن عليه أن يحب أولاً وقبل كل شيء بعد الله تعالى عليه أن يحب الذي اختاره المولى عز وجل نموذجاً بشرياً يقتدى وهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا أول من ينبغي أن تحب ثم بعد ذلك عندما يكون عندك المصدر وعندك المرجعية أدى لك أن تحب ما تشاء لأن عندك المرجعية لا نخاف عليك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قوة الإيمان لبغير فوش عنده الإيمان في قلبه أم لا ناقص لزيد غد يعرف شكون أحب الناس إليه أن يكون النبي أحب إليك من والدك وولدك والناس أجمعين صعب هذا مقام صعب لكن يصل إليه أهل الإيمان ويصل إليه أهل اليقين حتى الصحابة هم مراتب هناك من وصل إليه وهناك من تردد سيدنا عمر بن الخطاب جاء إلى النبي الكريم لما سمن الحديث وقال يا رسل الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي نفسي أعتد بها فقال النبي الكريم لا يا عمر إيمانك لن يكتمل حتى أكون أحب إليك من نفسك فذهب عمر وبعد لحظات رجع فشعر شيئا في نفسه يتغير فقال يا رسل الله والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي الكريم الآن يا عمر هذه محبة عظيمة محبة الله تعالى ثم محبة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك محبة المؤمنين لابد أن تحب الناس كلهم كل المؤمنين كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد أنك تحبه قد تختلف معه في العادات وفي التقاليد قد تختلف معه في الوطنية هو من وطن وأنت من وطن قد تختلف معه في المرجعية الفكرية هو يساري وأنت يميني قد تختلف معه في عدة صفات ومرجعيات ولكن نحن نشكرك في محبة الله ومحبة رسوله وهو الميزان الأصلي أما الأمور الأخرى لاختلافات العرقية واللغوية والأعلام الوطنية وغيرها هذه فروع لكن الأصل الذي ينبع من الإيمان محبة الله ومحبة رسوله لهذا وجب على المسلمين في العالم الإسلامي وخارج العالم الإسلامي أن يكونوا كلهم هكذا في مدسها والنبي الكريم قال من شروط هذه المحبة هي أنك وشروط الصدق ديالها أنك تحب لهم الخير تحب الخير للجميع إذا كان في قلبك أنك تحب الشر لفئة معينة إيمانك ناقص لابد أن تحب الخير للجميع قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا هو الإيمان الصادق أنا كنبغي النجاح للنفسي وكنبغي للآخرين ما يكونش فيه الحسد نبغي نجاح أنا وحدي والآخرين يقع لهم الرسوب نبغي نكون أنا الأول والآخرين يكونوا هما فيما بعد نبغي نجاح الجميع نكونوا نقتسم هذا الخير فالمحبة تقتضي حب الخير للجميع وهذه المحبة أيضا تقتضي ماذا؟ تقتضي الذلة للمؤمنين يعني الكرامة كانت كل مكثرة عن الكرامة وهذه الكرامة سببها الناس لا يتنازلون عن حقوقهم المحاكين ممتلئة بالنزاعات بسبب الكرامة كلك يضيع لي غير حق صغير يقول لك والله تنبيع الأرض والله تنبيع الأورتع جدودي والناخد حقي امتلة امتلة وش اللي خليه يدير هذا خليه عنده كرامة زائدة واستعلاء هذه ليست من صفات المؤمنين المؤمنين الذين يتحابون فيهم الذلة يعني ملك القنوس المؤمنين أنا اللول كنبان بأنني دليل أنني ضعيف أنني مقهور أنني راجع اللور أنني أقلهم شأنا وأقلهم مرتبة لا تعالى هذا من صفات المؤمنين ربنا عز وجل قال أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين لما قال يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين لكي يكون مع المؤمنين كدقى دليل متواضع كي يقول لك أنا لقسم ربي هو هدأك ميسر لكنếu كانوا لكاذي أرادوا أن يهجموا أو يظلموا كدقى قوي كدقى شجاع كدقى مقدام كذلك من صفة المحبة هي أداء النصيحة إنسان أنه لا يقول حرية شخصية فردية وكل واحد يدر لبغى كل شيء تعلق من كراها وكل واحد سطل كبالتو التقافة الفردانية لا يكون عنده تقافة عامة تقافة جماعية احنا كنا خوت كنا في سفينة وهذا يقتضي منا أداء النصيحة هذه من باب المحبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعضهم أولياء بعض أنا جميع المؤمنين هاتك خويا ونخوه نخوه جميعا من غير الأخوة المصورة في الحالة المدنية لا أخوة إيمانية واحد في أدغال إفريقيا والآخر في أواخر جاكارتا وأخي في الإيمان نجتمع خمس مرات في وقت الصلاة نذكر الله تعالى بنفس الكلام بالفاتحة والتشهد نقرأ نفس القرآن العظيم لنا رب واحد لنا نبي واحد لنا اعتقادة واحدة احنا خوت ولابد أن يكون بعضنا ولي بعض إلى كان وعد فينا الضعيف لابد أن أتدخل لنصرته لنصرته والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ثم من هذه المحبة التواصي بالحق والصبر عليه كما قال تعالى الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نتواصع وصيني أنا ونوصيك نقدر أنا نخطأ واحد نهار نعود ضعيف ونقع خطأ مش عيب ولكن تغطي وصيني وانتغط استرعلي وكذلك واحد نهار انتغط سقط وانتغط تخطأ وانتغط غيروقع فيك عنف وغيروقع فيك أشغان دير غيروق نسترك وغيروق نوصيك وتاخد بيدي يون نخذ بيديك هذا هو الإيمان تواصل بالحق وتواصل بالصبر مش تقافة نشر الفضائح لذا شيء خطأ كيتصور بالكاميرا وكيتنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وكيتنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وكيتنشر العيوب لخص سكر ثم النصيحة كيتنشروا الأشياء اللي شاهدناها وكيتنصحه بالتي أحسن من أجل الإصلاح ثم مقتضى هذه المحبة أنه يكون يكون التزاور الناس كيتزوروا فيما بينهم لأسف الثقافة المعاصرة والذي كل واحد يغلق عليه الباب دياله كل واحد بغي يبقى بوحده مبقاش تزاور مبقى السلطة الرحيم التزاور لله نتحاب في الله في الحديث القدسي قال ربنا عز وجل حقت محبة للمتحابين في وحقت محبة للمتزاورين في وحقت محبة للمتباذلين في وحقت محبة للمتواصلين في كمشي عند العائلة مشي حتى عندي معهم مصلحة مادية أنهم غديتها الله في كمشي لأن الله أمرني بذلك حبا في الله عندي إخوة في المساجد إخوة في دور القرآن إخوة في جمعية للأعمال الاجتماعية ناس في أي مصلحة أو في أي إدارة أو في أي مجال نتحب في الله رب عز وجل قالك حقت محبة للمتحابين في ربك يعطينا المحبة لكن نحن بعضيات نتحب في الله وللمتزاورين في لك يتزوروا لله وللمتباذلين في وللمتواصلين في لك يتوصلوا لله وتبدلوا لله رب حق لهم أن يحبهم يعني كنت كنت محبوب عند الله تعالى وطبعا لك تمحبوب عند الله تعالى رب عز وجل ينادي في جبريل يا جبريل إني أحب فلان فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء ملائكة بالملايير إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه الملائكة ثم يوضع له القابول في الأرض كي بعض الناس أعطان الله القابول في الأرض فين الممشى كيلقى الحمد لله رحمة الله كتسبقوا كتفتحني الأبواب المغلقة كتلقى حاجة مقضية أكلمت مسموعة ورأيت مرفوعة ورزقه متصل غير منقطع هذه علامة المحبة والقابول في الأرض طبعا هذه المحبة عند كما ذكرنا أعمال حقيقية منها أن الإنسان أنه يؤدي حقوق لأخوته حق المسلم على المسلم ست قيل ماهينا يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه السلام دي الله وإذا دعاك فأجبه يكون فقير ولا يكون غني وإذا استنصحك فانصح له طب منك واحد نصيحة واحد مشورة قل لي الحق كأنك تنصح نفسك وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مارض فعوده وإذا مات فاتبعه هذه حقوق دي المحبة والمودة وخصوصا إذا وقع الإنسان المؤمن محبة كالظهر ملك كل إنسان في وضعي صعبة نساعده نقضي حاجته نفرج كروبه وندخل السرور على نفسه من المبادئ التي هي عنوان المحبة أنك تسعى لإدخال السرور على الناس قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربه أو تقضي عنه دينا أو تضرد عنه جوعا ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد يعني المسجد المدينة شهرا هذا خير كبير خير كبير والمحبة هي كثيرة وكثيرة جدا حتى إن المحبة تكون في المؤمنين بصورة عجيبة لما يكونوا متباعدين إنسان في مكان أنت في مكان وتدعو له بالخير بظهر الغيب يدعو الواحد منهم للآخر بظهر الغيب يدعو له بالخير إما في الحياة وإما بعد الممات حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابع عند رأسه ملك موكل كلما دع لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بالمثل ولك بالمثل لأخيه لقلت لأخيه دعوة الخير لإنسان هو في بلاد ونت في بلاد وكتدعي مع أفلال في بلد كذا الله مرزقه كذا وكذا وكذا الملك الموكل يجعل الله عند رأسه كلما دعوت يقول لك آمين ولك بالمثل وقد يكون ميتا لندعوة الخير بظهر الغيب قد تكون والإنسان على قيد الحي وقد تكون والإنسان في الممات فربنا وكل لها ملك دائما يقول آمين ولك بالمثل هذا خير عظيم دي المحبة المحبة الحائقية التي أرادها الله عز وجل أن تسود بين الناس وطبعا كل حاجة ولها الجزاء والأجر والتواب ديالها هذه المحبة من قناطين المحبة المحبة ما هو جزائي في ذلك أشنا بالأجر والتواب لنخضو لأن الإنسان بطبعه يحب دائما أن يكسب در واحد العمل يحب أن يكسب من ورائه أجر درتي عمل في الدين أيضا بحال الدنيا بطي أجر ما هو الأجر الأجر أن الله تعالى يجعل هؤلاء المتحبين كيجعلهم يستضلون تحت عرش الرحمن يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله من بينهم قال ورجلان تحاب في الله اجتم عليه وتفرق عليه هؤلاء من السبع الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحاب في الله اجتم عليه وتفرق عليه كذلك بشر النبي الكريم أن الذي يتحب في الله المحبة رمهمة نحن محتاجين لها في عصرنا هذا وفي أسرنا وفي عائلتنا وفي مجتمعنا محتاجين لها في الإدارة محتاجين لها في المقاولة محتاجين لها في المصنع محتاجين لها في السوق محتاجين لها في الشارع العام محتاجين لها في العيادة الطبية محتاج لها في المدارس في السجون في البرلمان في كل مكان لأن هذه المحبة رب عز وجل لك يعطي ذيها وحد الأجر وتواب عظيم قال الصدى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانه من الله قالوا يا رسول الله تخبرنا منهم قالهم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ النبي الكريم هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انظروا أيها الأحبة الكرام إلى الأجر والتواب هذه المحبة ونحن الآن المحبة في في هذا الرابع عشر من فبراير محبة ربما بين شباب مراهقين وبين الناس يستلطفون بعضهم بعضا لكن المحبة المطلوبة عندنا هي أكبر من ذلك حب الله جل على وحب نبيه المصطفى صلى الله وسلم وحب كل المؤمنين والمؤمنات حب كل أهل الخير فيه أجر وتواب عظيم في الدنيا وفي الآخرة قال الله تعالى المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء الله تعالى يقول يوم القيامة ينادي يلاك اتبعتوا الناس من القيامة وكيخرجوا الناس من القبورد يلهم وهم فيهم الفزع يقول الله تعالى أين المتحابون بجلالي أين المتحابون بجلالي فيقوم أناس يرى في وجوه من نور فيقول اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي لهذا أيها الأحباب الكرام احنا محتاجين هذه المحبة وصيبنا النبي اعطانا المفتاح الأول ببساطة ماذا قال قال والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولى أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم يكون بيننا السلام السلام الداخلي في قلبك مع نفسك ثم بعد ذلك السلام مع زوجتك السلام مع أولادك السلام مع إخوتك السلام مع زملائك في العمل سلام نابعا المحبة أولى أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وهكذا سنكون صباقين للمراتب العولة من الأجر والثواب الشعوب والحضارات الغربية اليوم هي محتاجة إلى تصحيح مفهوم المحبة ليس فقط محبة بسيطة كما أقرها القس في الرابع عشر من فبراير المحبة بمفهومها الكبير ومفهومها العميقة والتي ينبغي أن لا تكون يوما في السنة ينبغي أن تكون كل يوم كل ساعة كل لحظة كل تانية نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتحابين في جلاله ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من العاشقين في نوره وفي بركاته